نبتدي مع حضرتك يا أستاذ أمي وفوجت نظرك مسألة زيادة معدلات الطلاق وزي ما كنا بنقول يمكن من السنة الأولى ده بيحصل فإيه اللي بيحصل؟ وليه الموضوع ده في جيلنا بقى أكتر من الأجيال اللي قبل كده والبداية تكون إيه؟ لأنه برضو مسألة التأهيل دي مش حاجة سهلة قابلها في المجتمع مش حاجة سهلة وخصوصا عند الراجل إنه يقبل أن يروح يكشف قبل الجواز سواء إحنا بنكلم على كشف طبي أو كشف نفسي النقطة اللي قلت هي مهمة جدا لأنه التصرع في اختصار شريك الحياة زي من الحاجات المهمة جدا أنا بحيث إنها قصة حب وخلاص ما فيش حاجات معاينة بنتكلم فيها ولا بنتنقش فيها قبل ما نتجوز وبعد ما نتجوز بنكتشف أن إحنا مختلفين تماما نبتلين تعرف على المشكلة فيه حاجات كتيرة زي ما قلت بنكون مخبيينها زي لو حد عنده مشكلة نفسية أو مشكلة عقلية أو أمراض الحاجات دي لو ما اتكشفتش يمكن أحيانا اللي عنده مشكلة نفسية نفسه ما بيبقاش عارف بالضبط وعلى فكرة هو مش عيب كلنا عندنا مشاكل بس لو أنا عرفت ده وصالحت نفسي بطيت أشتغل عليه وشريك حياتي بتده يتعامل معايا على أساس ده ويساعدني ويأهلني مش هيحصل ده أصلا وممكن يكون ده مش مناسب لحالتي دي فساعتها أعرف من بدري المشكلة فين إحنا مشكلة إن إحنا ما عندناش الوعي ده وفكرة إن إحنا نتقبله ككالتشر أو مجتمع ده ما دي حاجة مهمة يعني أنا دايما بقول إنه أصلا إحنا مش فاهمين يعني إيه جواز يعني الناس كلها بتتخيل ناقصة حب لا هو الجواز أكبر من كده بكتير لأنه هي مسؤولية كبيرة ما لو أنا دلوقتي وعندي مشكلة مع شريك حياتي المسؤولات والضغوطات اللي بتحصل دي هتأدي المشاكل كبيرة جدا وهتطلع فيها حاجات ممكن ما كتش بأينا في الأول فلازم أفهم إن مسألة الجواز دي مش حاجة صغيرة ولا بسيطة لا إحنا محتاجين ندرسها ونفهمها وناخد تدريبات أصلا قبل ما نتجاوز يعني زي ما في الكنيسة بيعملوا كده قبل ما الناس بتتجاوز بيتدربوا بيفهموا بياخدوا كورس ويفهموا يعني إيه جوازوا يعني إيه مسؤولية قبل ما أاخد القرار ده أصلا لأنه ممكن أكون أنا أصلا غير مؤهل إن أنا بقى في داد الوقت اشتركوا في القناة